انا هلأ وصلت الجهاز لرئة صناعية وصار في عندي تايدل فوليوم بدي شوف يشتون انا فيني يغير بالاعدادات وعدل بالتايدل فوليوم اللي عم يطلع فانا عمليا اعداداتي لو سألني احدهم انه شو المريض اللي حاطته انا حاطت مريض على اي باب في اي باب عشرة اي باب عشرة و اي باب خمسة و اي باب خمسين مدروج الضغط هو الفرق بين الاي باب والاي باب اللي هو عشرة ناقص خمسة فبطلع خمسة هذا الخمسة هو اللي انا بعمل عليه تايدل فوليوم اللي عم يطلع تايدل فوليوم عم يطلع هلأ ثلاثة وثمانين لو بدي ارفع تايدل فوليوم بدي اياه 150 انا برفع الاي باب مثلا فخيني ارفع الاي باب خلينا ساويناها 15 شوفوا تايدل فوليوم كيف هيطلع هاي هلأ ثلاثة وثمانين مية مية وسبتعاش مية واربعة وثلاثين مية وخمسين طيب لو بدي ارجع انزل بالتايدل فوليوم من مية وخمسين لثمانين انا بدي ارجع انزل بالاي باب فنزلنا للعشرة مثلا مرة تانية واكسبت التايدل فوليوم كان وصل للمية وستة وثمانين شوفوا كيف هينزل هلأ مية وسبعين مية وخمسين مية وستة وثلاثين وحينزل يرجع الوسطى القاعدة بالنسبة للتايدل فوليوم شو هو التايدل فوليوم الهدف عندي حوالي سبعة ام ايل للوزن المثالي للكي جي بالوزن المثالي فاذا كان وزن المية المثالي حوالي ستين كيلو مثلا ضرب سبعة في بيطلع أربعمية وخمسين أربعمية وعشرين عند النساء عموما بميلا الأوزان المثالي أقل فبيكون حوالي أربعمية عند الرجال خمسمية هاي الأرقام العامة عموما أكثر من هيك بيكون مؤذي التنفس لو بدي حط سبعمية وثمانمية برفع الضغط لسبعمية وثمانمية فأنا عمليا بيكون مؤذي فخمسمية وسطيا يعتبر رقم جيد كمان بدي يطلع على عدد مرات تنفس العمياخة المريض هون حاطة سيتريت هو اتناعش بدي افترض انه المريض عم يتنفس لحاله فبدي يكون وسطيا تنفس سبعه بين خمسة وعشرين ماكسيموم كل ما زاد عدد مرات تنفس أنا ممكن زيد الحجم الجاري المقدم من خلال زيادة الآيباب وبالتالي يفترض عدد مرات التنفس يقل لأني أنا بخفف من الجهد التنفس المريض المعيار الثالث إن أنا أطلع على المريض تشوفه بعيني كيف التنفس سبعه صار أفضل صار مرتاح أكتر بيسأله ما هو واعي فعلى أساسها بحدد الآيباب بالنسبة للإيباب الآيباب مثل ما قلنا الأكس الجهية اللي بتحدده هو عبارة عن ضغط مستمر فوسطيا بالبداية ممكن إبدأ بخمسة وذمات الرئة برفعه لثمانة برفعه لعشرة مثلا حتى اطناعش ممكن رفعته لعشرة مثلا حتشوفه كيف المستوى قاعدة للضغط حيرتفع فبيصير الرئة بتنتفخ أكتر لاحظوا إنه انتفخت هون أكتر ربما ما تبين عليك هون أكتر فهذا هو المفاتيح تبع الإيباب طبعا لاحظوا إنه بما أني حاطت الإيباب عشرة والإيباب عشرة في الفرق بيناتهم صفر فما عاد في أي تنفس انتبهوا عن نقطة مرة ثانية أجهزة الإيباب بتاخد الفرق بين الضغطين مشان تحدد الـ فخيني أرجع على الخمسة الأكس الجميحة الإيباب خمسة ثمانية عشرة هاي هي الأرقام اللي بيستخدمها عموما هذا هو اللي بيقدر بيحكي عن البايباب عموما مرة ثانية الوضع السريري للمريض طريقة تنفسه هي بتحدد نجاح البايباب من عدم نجاحه أنا بحط المريض على الجهاز بحاول ما بنظر للغازات ولا الإرقام بحاول بنظر للارتياح السريري بتطلع عليه أنه هو بلش يرتاح متما بلش يرتاح المريض فأنا عمليا المريض يفترض هو يعمين جاح فخلال ساعة أو ساعتين المريض ارتاح وقال لك أنا منيح أكسجته بلش تتحسن صحيح فوق تسعين فالمريض عمليا بيوضع جيد ممكن أنا نعيد الغازات بعد ساعتين وشوف الغازات وقارنه بالغازات القاعدية وحدد إنه فعلا المريض بأموره منيحة أو لا أنا ما لازم أعطي المريض البايباب بفرصة أكثر من ست ساعات يخابط مع المنفسة بعد ست ساعات فشل المريض على المنفسة فعمليا هو تجربة فاشلة ربما أحيانا من البداية يفشل معنا المريض مرتاح أبدا أكسجته ما تحسنه تعمي خابط ممكن أحيانا أعطيه مهدئ خفيف بريزيديكس مثلا أو يعني فنتانيل بجرعات منخفضة جدا لحتى حسن مطاوعة المريض مع البايباب بس بدأ خبرة طبعا استخدام هاي الشغلات ما بدي أعطيه مريض جرعة عالية مشان تطبي التنفس ومثلا أعطيه فنتانيل بجرعات كبيرة وبالتالي يفشل كل المشروع معي نكمل إن شاء الله السلام عليكم